في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من تفشي جائحة كورونا المستجد في المناطق التي تخضع لصيدرة الحوثيين والمخاوف من انتشاره بشكل غير مسبوق تستعد الميليشيات الحوثية لتجين فعالياتها الطائفية في العاصمة صنعاء ومراطق أخرى خاضعة لصيدرتها وتجبر المواطنين على الاحتفال بها رغم تفشي فايروس كورونا الذي قد يتسبب في إزهاق أرواح آلاف المواطنين الذين لا تلقي لها الميليشيات أي اهتمام وخلال اليومين الماضيين دشنت الميليشيات فعالية طائفية في العاصمة صنعاء احتفاء بما أسمته يوم الولاية بالتزامن مع احتفالاتها بما يسمى بعيد الغدير وخلال الفعالية أضل حاضرون القسم بالولاء والطاعة لزعيم الميليشيات عبد الملك الحوثي في مشهد شكل صدمة للمجتمع وحالة استياء واسعة من المشروع العنصري الذي تحمله الجماعة وتهدف الميليشيات الحوثية من وراء احتفائها بهذه المناسبات إلى التسويق لفكرة الوراثة الدينية ومحاولة إقناع بصداء الناس بأن نصوصا فقهية تؤكد حقهم في الحكم والترويج للزعيم الميليشيات باعتباره حفيدا للنبي ما يشيد بأحقية الحفيد في الاستيلاء على تركة الجد في الولاية الدينية والحاكمية كما تروج لذلك الميليشيات خصصت مبالغ مهولة لإقامة هذه الفعاليات الطائفية وندوات ومحاضرات تشمل المساجد والمدارس بالعاصمة صنعاء ومناطق أخرى في الوقت الذي يواجه فيها اليمنيون ظروفا معيشية قاسية جراء مصاطرة الرواتب والحرب التي افتعلتها الميليشيات منذ أكثر من خمسة أعوام إضافة إلى انتشار فيروس كورونا الذي انعكست تداعيته الكارثية على كل شيء وتحرص ميليشيات الحوثي على إحياء مثل هذه المناسبات والاحتفالات على مدار السنة للاستفادة منها سياسيا وماليا رغم عزوف الكثير من المواطنين الذين لا يمتون بصلة إلى الفكر الطائفي الشيعي الذي يحاول الحوثيون نشره بشتى الوسائل والأساليب المختلفة ترجمة نانسي قنقر